السلام عليكم. هنبدأ نشوف بقى حكاية إزاي ممكن نعملها على فحنبدأ بالإجزامبل ده اللي انا شغال في كتاب انا من الاول امتديت يعني كان مفروض اقول الكلام ده من الاول بس يعني انا نسيت. انا شغال بكتاب اسمه بتاع واحد اسمه جان كوبلس اسمه انا شغال على فهو يعني هو ده اللي موجود اللي انا شغال منه ويعني لو حد فتح التكسبوك هم موجود اونلاين يعني ممكن تلاقوا البي دي اف بتاعه سهولة. هتلاقي ان انا ماشي بنفس الخطوات اللي هو ماشي بها. يعني كان في فرق بس في سيمبل انا غيرت اسمه ولا حاجة بس غير كده كل الخطوات هي هي. فانا حبتدي بقى هنا اشوف اكزامبل اللي هو بيتكلم فيه ده ونحله ونشوف بقى ازاي ممكن نحله على الاكسل. فهو بيقول لي ان انا هنا عندي ايزو بروبايل ايثر وايلي الكمية بتاعت ربعمائة وخمسين كيلو جرام بر اور وان انا بستخدمه علشان يعني هو ده اللي انا بستخدمه عشان اعمل مية وخمسين كيلو جرام بر اور وفي اسيتك اسد بتلاتين فى المية بالنواز فانا حايز اشيل الاسيتيك اسد ده من المية و بيقول لي ايكوز سولوشن انه مية ده Sims المخلوط ده فيه تلاتين في المية باي ويت اسيتيك اسد وان انا بستخدم عشان يطلع الاسيتك اسد ده. وحتى ايه اللي بنقصين ان ده الايه? خلاص ان هو ده السوليوت. اه وان انا هستخدم كاونتر كارنت ملتي سيتج اكس اتراكشن وقال لي ان انا عايز الاكسد اسد كونسنتريشن ان ده ايكوس فيز اس تان ويت برسنت. خلاص او عايز يعرف بقى المعلومات دي. فانا عندي شوية معلومات هنا. اه هو مترجم هالي هنا. يعني هو ايه اللي مسلا ان ال الربعمية وخمسين دي اللي هو السول بنت ليه لفين بلاس وانا عارف ان المية وخمسين كيلو جرام بر اور ده اللي هو بتاع الفيد اللي هو ال ال نود. وان دي التلاتين ويت برسنت دي الاكس بتاعت الفيد الاكس نود. وان العشرة في المية دي اللي هي الاكس ان. خلاص? اه وطبعا عاجات دي كلها للايه. خلاص? اه اه اللي احنا بنكلم عنه بكل عاجات دي بنتبه للسوليوت. هتلاقي ان هو هنا كاتب لك السيل اللي هو بتاع السولفنت. السيل اللي هو السولفنت. اللي هنا الايزو بروبيل اثر فهو لسي بالنسبة الان بلاس وان اللي هو بيور سولفنت او الفريش سولفنت هيبقى بواحد هو بيور سي وانا عارف ان هو تلاتين في المية بالنسبة للسوليوت اللي داخل والباقي مية فمعنى كده ان السولفنت فيه بزيرو مثلا انا معرفش بقى الباقي بتاعه وعمل ازاي خلاص فهي دي نفس المعلومات اللي احنا قلنا هنا انا عارف الفيد اللي داخل والسولفنت اللي داخل اللي بتزبط ككمية وكفلوريت دي انا ككمبوزيشن دي انا عارفها فدي هي المعلومات فانا عايز بقى اشوف هبتدي رسم ازاي يعني انا مش هبتدي الفيديو ده غالبا مش هلحا اكمل للاخر بس انا انا همشيها خطوات لان هي هتبقى يعني هتاخد وقت شوية فانا دلوقتي هشوف هو قيل لي ان التيبل ده هو ده اللي فيه فهو بيقول لي ان ان انا عندي الووتر اللي هو بالنسبة لي هيبقى الرافنيت والايزوروبيل ايثر دا اللي هو الاخر وان هو بيقول لي ان ده anti-equilibrium مع ده فلما ايبقى عندي اكوليم مع الافيز التانية اللي هو فيه اكوليم ده فاللي انا برسمه ده هيبقى هي ده يعني النقط دي كل واحدة كل سطر من دول بنقطة على المسلس فكل نقطة من النقط دي لو لو رسمتهم ووصلتهم ببعض هلاقي ان انا كده عندي خط اللي هو بتاع الرفنيت اللي هو الانفلوب الفيز انفلوب يعني وده فده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر عشر نقط هنا وعندي عشر نقط هنا اقدر ارسم بيوم الفيز دياجرام كويس جدا هلاقي برضو ان انا عندي حاجة تاني انا لما حاجي ارسم انا برسم بايه انا برسم يعني انا محتاج نقطة يعني نقطة اعبر عنها برقمين من التلاتة دول خلاص فانا عندي رقمين الاسهل ان انا اشتغل بمين بالحاجة البربنديكلر اللي هي اللي انا خلتني اشتغل بريكتانجل الكورنت اللي هي هتبقى الاسيتيك اسد اللي هي بالنسبة لي السولفنت السوليوت اسف اللي هو الاي والايزو بروبيل ايثر اللي هي السولفت فاحنا المية دي احنا مش هنستخدمها خالص 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 يعني فاحنا كل الرسومات اللي هنرسمها هتبقى من كلام الاولاني والكلام التاني فخلينا نشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل انا نقلت بس الارقام دي هي هي نفسها على الاكسل لانا معامنش حاجة جديدة يعني انا واخد نفس الارقام بنفس كل حاجة اما وانا اما قلت ان ده اللي هو بتاع الوتر وده اللي هو بتاع الايزو بروبيل ايثر خلص يعني هتلاقي هنا الاخسل ممكن نعط blueprint جنبه بعض كده اما ادى 0.691.41 هم هما زي ما هما اه وده الووتر لير اللي هو لا بس ده مفروض الرفينات لير اه لو الووتر لير يبقى هو الرفينات لير هو ده الاكستراكت اللي انا اطلقه بط اه اه وده يبقى الاكستراكت خلاص اه فهم ده الاكستراكت والرفينات وحبتدي ارسم رقا فانا اول حاجة عايز ارسمها ان انا ابدأ بابسط حاجة خلاص نرسم المسلس نفسه الفيزا جرام اللي انا عايز ارسمه الفيزا جرام اللي انا عايز ارسمه هو عبارة عن مسلس لتلات اضلاع فالتلات اضلاع دول انا معبر عنهم هنا بالتلات اه نقط دول لو تفتكروا يعني يعني لو حد هيبقى مش مجمع قوي ارجعوا للفيديو اللي احنا كنا رسمنا في ال اكس واي ده اجرام بتاع اه حبقى موجود في البلاي لست ممكن ترجعوا تشوفوا بالزبط اللي انا كنت ساعتها شرحت بالتفصيل ازاي بنرسم النقط وازاي بنعمل الكلام ده فيها هتبقى زيه جدا انا انا هرسم كل حاجة بنقطتين اه او كل خط بنقطتين النقطة بعبر عنها ب اكس واي فانا عندي المسلس اه في خط الاي سي الاي سي ده اللي هو بيبقى اه الخط الخمسة اربعين اللي هو خلاص فالهايبوتنس دوت هيبقى فيه نقطة مية وصفر يعني اكس بصفر اه اه الاكس بمية والواي بصفر يعني هي على الاكس اكس تحت خالص عند مية وفيه نقطة تانية اللي هي الاكس بزير والواي بهندرد يعني هي على الاكس بس عند مية لان هي بتبقى خطة خمسة اربعين درجة كده او ناجت في خمسة اربعين درجة فهو فهو ده دي الاكسات ودي الوايات خلاص فانا عايز دلوقتي اجي ارسم الرسمة الرسمة فانا هقول له انا عايز بقى اخليها اكس واي سكاتر خليها تبقى عاملة كده خلاص فانا هشيل ده وحبدأ ايه احاول اخلي شكله يعني ايه هو الشكل اللي احنا متعودين عليه فهده شكل ايه البتاع طبعا انا محتاج ان انا خليه اه لغاية مية بس ملهاش معنى ان انا خليه لغاية مية وعشرين فانا هخلي دي مية ودي مية وزي ما كنا قلنا برضو قبل كده انا معرفش يعني لو حد شاف الفيديو اللي فات ولا لأ ابتاع فانا محتاج اخلي الخط ده اه على قد مقدة الرفاية علشان ما لاخبط ليش الدنيا خلاص فانا خليته حوالي ثلاثة اربع نقطة وخليته اسود فده بقى اعمل بقى اه 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 طبعا وانا احسن بقى ان انا كل خط من الخطوط اللي هرسمها لانه هايبو كتير جدا وانا كل خط الخطوط اللي هرسمها اسميه فانا هسمي ده مسلا اه تريانجل او اه مسلا تريانجل اه هايبو تونس ناسا خلاص هاجي بقى واحد تاني اسميه تريانجل وبدل الهايبو تونس هخليه البي سي لاين اللي هو اه السي اللي هو السولفنت والبي اللي هو اللي تحت هيبقى الواي اكسس خلاص فهتبقى الاكسس بتاعته كلها بزيرو والويات هتبقى من زيرو المية خلاص اهو رسم وحعمل وحسمي هي تريانجل هي تلخبط شوية بس بس هي يعني هي سهلة لو هتفكر فيها هيجيبها انا شخصيا بتلخبط فيها يعني مش اما يعني لو فكرت فيها شوية مش هتلاقي مشكلة وهي دي الواي وخلاص فانا بس ايه عشان عشان اللخبطة او عشان تبقى تبقى الالوان ما تلخبطنيش فانا هقعد كل مرة هلون بس الحاجات دي علشان اضمن ان هي اا يعني حيبقى شكلها ما يلخبطنيش انا وانا بالشغل خلاص فانا دي خلتها سودة وخلتها فانا كده رسمت التريانجل الحمد لله خلاص ايه دي الرسمة بتاعتي طيب طبعا هنا احسن اخليها كلها اا بستيبوف تاني عشان تبقى اسهل علي ان انا عملها تريكن طبعا هنا كل ما اقدر اخليها شكلها مربع اكتر كل ما عايبقى افضل عشان يبقى الشكل المسلس الرايت انجل المضبوط يعني اا طيب انا خلاص كده رسمت الرسمة اا ناقص بقى ان انا ابتدي اا احط اللي هو بتاعتي فالتايلينز بتاعتي زي ما قلنا هتبقى بعبر عن ايه يعني هتبقى النقط اللي هنا دي بتعبر عن الرفينات ليير والنقط دي بتعبر عن الاكستراك ليير وكل نقطة هاخدها هتبقى عبارة عن اكس وواي طبعا طبعا عايز اتاكد من حاجة اللي على الاكسس ده خلاص ده السولفنت اللي هو السي وده السوليوت اللي هو خلاص فانا هنا بشوف اكس اي وهنا اكس سي او واي اي واي سي خلاص خلينا برضو ممكن نعمل ايه علشان ما نتلخبطش برضو يعني بما اننا بقى بنستثمر بقى الحاجات اللي احنا تعلمناها فانا حقول دي الاكس اي طبعا ايه ممكن نخليها ايه طبعا هي ايه دي كلها شوية آآ شوية دلع يعني مش مش حاجة مهمة وهي دي هتبقى اكس سي او واي سي علشان برضو ما يبقاش في لخبطة وتبقى الدنيا مظبوطة آآ وما ننساش يعني هي المشكلة دلوقتي ان احنا كمان شوية هتلاقي انه انه كل شوية آآ الحاجات اللي احنا بنعملها هتبقى فيها اكسات كتير رواية كتير فممكن تبقى فيها لخبطة فاحسن على قد ما نقدر لو نقدر نخلي الكلام واضح من غير ما يبقى فيه اي لخبطة من الاول يبقى كويس جدا فاحنا كده فهمنا ان دي بقيس عليها بتاع الايه وده بتاع البيه عشان برضو ما نتلخبطش ممكن هنا نحط الاسيتك اسد بين قوسين ايه وان الايثر بين قوسين سيه طبعا بيعمل كده لان هو عنده بتاع السي ده ان هو الاعلامة بتاعة المعربش ايدي بالزبط بس يعني ايا كانت هي هي بتيجي يعني فانا مش عايزها مش عايزها تعمل فانا همشيها كده وخلاص طيب انا كده عايزة ابتدي بقى احط النقط بتاعة اللي هي هبتدي اجيب منها الفيز ده جرام نفسه فانا فانا عندي الاولاني الاول خلينا نرسم الفيز قبله بعد كده ارسم الطايلاني الفيز بسهل انا هقول له اه سيليكت ديتا وحقول له ان انا عايز اعمل ااد واسمي ده الرافنيت لير وحقول ان الرافنيت لير الاي هي الاكس خلاص فحاتب ايه دي الاي والواي هي الايثر وحقول له كيف هذا يرسم لي اقول له بقى انا عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الاكس تراكت لير والاكس فاليوز حتبقى دول والواي فاليوز حيبقى دول اوكي فالحمد لله رب العالمين قديني اخلصت من الشغلانة دي انا حلونها بس كده تاني علشان تبقى الوانها واضحة هي هي حتبقى يعني انتم ممكن انت حد يحس ان انا بخزر يعني بس انا فعلا الموضوع ده بيفرق كتير احنا عنا نلاقي دلوقتي الخطوط كاترت جدا والدنيا ضربت ولو الواحد مش مش محدد كل حاجة ايه بالزوت تحيتوها فانا رسم الفيز انفلوك بيبقى باللون الاحمر علشان لو شفت اي لون احمر يعني يعني مش هختار الاحمر تاني بعد كده انا خلاص انا الاحمر بقى خليته للفيز انفلوك هتاخد لك بقى ان هي الحتة دي قريبة جدا 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 من الاكس اكس او من البرتكس هنا ومن الهايبوتنس وهنا دي قريبة جدا جدا مش قوي يعني بس قريبة فعشان نشوف كمان شوية كده قدقي الموضوع بيبقى غلص طيب انا عايز ارسم انا عمل سيفة هو انا عايز اعمل افرسم الطي لينس طيب الطي لينس دي هتبقى ايه الطي لين هي النقطة دي من ناحية والنقطة دي من ناحية تانية بس زي ما قلنا انا مش برسم آآ الخط كله آآ الثلات نقط أنا برسم بنقطتين فانا فانا حاعمل هنا آآ اسمو ايه دوا اه هحطي الارسات وال وهيان بحيث ان هي الاستخدامي عشان نرسم الطي لين فانا حقول له ما طايلين الاولاني الاكس بتاعته اهي خلاص والواي بتاعته ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وحيبقى الاكس بتاعته دي والواي بتاعته دي خلاص طب هي الاسف اول تايلين مش هيباين او باين هو يعني هواخد من زيرو لزيرو فهو يعني هواخد من النقطة دي للنقطة دي فهي مش باينة اوي برضو انا تايلينز هحاول اخليها كلها بلون واحد بس بهم ان تايلينز انا مش هحتاجها اوي فانا هخليها بنقطة يعني هخلي لونها مثلا ايه اخليها لونها اخضر وخليها بنقطة بحيس ان انا ام كده كده مش هحتاج استخدمها بشكل البير يعني انا حتاجها بس ابقى اشايفها مش محتاج استخدمها في حاجة تاني فانا هعمل التايلين التاني هعمل نفس الكلام ده هيساوي دي ام والاكس التانية هتساوي الاكس اللي قصدها والواي دي هتساوي دي ام اوو دي هتساوي دي اللي انا بعمله ان انا باخد نقطة دي كاكس واي ونقطة دي كاكس واي خلاص بس انا بس انا مش مش يعني باخد الاول واحدة الاول عشان عشان ما تبقاش فيه لغبطة فالاكس دي يعني دي هي هي دي ودي هي هي دي خلاص فانا ممكن اقول له بقى واعمل واحدة تانية واسميها طاي آآ لاين اتنين ويبقى الاكس فاليوز بتاعتها دي والواي فاليوز بتاعتها دي هتلاقي برضو ان هي ايه مش باينة اول اصلا الدنيا زحمة يعني يعني برضو دي من الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها ان هي الدنيا بتبقى زحمة جدا فانت يعني اي حاجة هترسمها وخصوصا في الاول ممكن ما تبنش اوي خلاص فخلينا علشان بس الدنيا توضح شوية وما تبقاش فيها لغبطة انا حرسم اخر تايلان خالص خلاص الهو عشر واحدة فدي هتساوي دي ودي هتساوي الاكس الاخرانية والواي دي هيساوي الواي دي والواي دي هتساوي الواي الاخرانية خلينا نجرب نرسمها فانا هقول سليكت ديتا وحقاد طايلان اتنين عشرة بقى وحتبقى الاكسات بتاعته دي والوايات بتاعته دي واقول له هيبتدى التناور يعني خلاص فده ده طايلان واضح جدا ان هو طايلان وباين ان هو بيوصل نقطة بالاكستراكت بالرافنية وان هو بنفس الشروط اللي انا كنت طالبا فكويس يعني اهو ابتدى يباين التايلان خلاص فطبعا انا مش حميمينهم كلهم بقى دلوقتي علشان ايه ان الحاجات مش حاني خلاص بس انا كنت رسمهم قبل كده خلاص ادي التايلان لما مرسمين بالوان تانية يعني بس مش مش ازمة يعني هي هي نفس النتيجة في الاخر ام فانا لما ارسم التايلان كده ساعتها حلاقي ان انا خلاص ك 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 ارسم للفيزداجرام انا انا كده تمام معديش مشكله خلاص ففدى شكل الفيزداجرام بعد ما حط التايلان فيه طيب حرجع تاني بقى انا في حاجة تانية كنا قلنا عليها ام ودي غريبا اخر حاجة حولها في الفيديو ده ان انا هحاول اخليها البديوهات قصيرة و يعني لو ده قصير يعني وفيها نوقات محددة علشان بس الدنيا تبقى سهلة علينا ان احنا نقسمها فانا كنت قلت في الاول او اخر حاجة قلتها مش في الاول يعني قلت اخر حاجة قلتها ان انا حبقى استخدم ال3 او في التريانجل ده و قلت ان انا ممكن اشتغل بx y دا جرام فانا هعمل ده و هعمل بتاعه علشان لما نحتاجه بعد كده يبقى 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 عملنا كل حاجة اول باول اللي احنا هعملو فحرسمه تحته يعني فهو اللي انا عايزه على ان انا ارسم الرسمة دي اه تحت فالرسمة دي تحت اللي جهز منها لحد دلوقتي هو والتايلينز طبعا فالتايلينز دي هل ممكن اجيب منها يعني او طيب خلينا نمشي واحدة واحدة انا اول حاجة قلتها ان انا محتاج ارسم الخمسة اربعين خط الخمسة اربعين فانا حاجة هنا واروح جاي لخط الخمسة اربعين ده اللي هو من زيرو المية ومن زيرو زيرو مية المية خلاص فانا هعمل اه هعلم على دول كده واعمل وارسم برضو كده واقول له ارسم لي خط وايه اه طب هو فيمني غلط بقى الايه لان هو واخد واخد دي كده اه بالعرض مش بالطول انا مش عايزها كده فانا ممكن اقول له كده بصوة مش حايفة هم برضو يعني هم مش هينفع يقلبهم لي اه كده بيحركهم هما الاتنين مع بعض فانا عشان احركها لوحدها فانا مش عارف ايه الحل بس يعني انا ليها حل برضو يعني هي الحكاية دي ليها حل يمكن اه هو ايه اللي حصل اه انا كنت رسمه قبل كده بس خلينا خلينا نعدله يعني اه ان انا لما حاجي هنا حعمل سليكت ديتا اه حاجة اقول له حعمل ايدت للسيريز دي وحسميها الفورتي فايب لاين والايكس بتاعي حيبقى دول والايب بتاعي هما دول واقول له اوكي اوكي وخلاص فهو رسم لي خط الخمسة اربعين الحمدله طبعا دي اخرها مية وفي العادي انا انا الفيز الفيز بتاعي مش هيدي الخمسين فانا ممكن علشان اسهل على نفسي يبقى الخطوط وضحة شوية حوصل لي لغاية خمسين وخلي دي وصلة لحد مية زي اللي فوق ويعني لو الواحد قدر كده ان هو يوصلنهم بحيث ان هما يبقى الاتنين يعني فوق بعض بالزبط يبقى افضل بكتير فانا دلوقتي رسمت الخط الخمسة اربعين على الفيز بتاعي اللي هو الاكس واي دي اجرام خلاص طبعا الاكس والواي دول الاتنين بتوع الاي انا مش حرسم حاجة ليه تاعوا بسي دلوقتي انا برسم الاكس اي والواي اي طيب الفيز اجرام اللي انا عايز ارسمه دلوقتي ده رسمت في الخط الخمسة اربعين وعايز ارسم عليه الاكوليبريم ريليشن طيب الاكوليبريم ريليشن دي هجيب فيها ايه مع ايه الاكوليبريم ريليشن باختصار شديد جدا جدا انا عايز اجيب الاكس اللي هنا مع الاكس اللي هنا بس خلاص اللي هي اللي هي في الاكستراكت بسميها واي ودي بسميها اكس يعني دي انا بسميها وايات كل الحاجات اللي هنا دي بسميها ويقطوا. ودي كلها بسميها اكسات. لما كنت برسمهم هنا كنت النقطة بعبر عنها باكس وواي. خلاص? بس مش اكس اللي هي اللي هي بتاعتها. اللي هي الواي والواي يعني وهنا اكس واكس. يعني ارجو ان يدينة تبقى واضحة ما بيقاش فيها اللي اخبطها. فلانا هعمله دلوقتي هنا انا هاخد العمود ده. مع العمود ده انا مش 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 هاخدهم برة يعني في حيطة برة. فانا هقول له وهقول له انا عايز اعمل وحسميها اكوليبريم كيرف. وحاجة هنا القيم بتاعة الاكس هتبقى هي دي والقيم بتاعة الواي هتبقى هي دي. وخلاص على كده. وزي الفول لكده خلاص. ما هو هو نفس الرسمة اللي تحت. خلاص. طبعا ممكن تزبط دي تخلي دي مسلا الاكس بتاعتها تبقى بتاعتها بعشرة. علشان تبقى زي الفوق. وشوية يعني التصبيب بتاع الخط ده والاكسس طايتس والحكات دي سهلة. يعني نعمل كده بقى اعملها ونكمل عليها الفيديو الجاي. فاللي احنا عملنا دلوقتي علشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لنا ان احنا رسمنا خط الاكستراكت والرافينيت بعد ما رسمنا المسلس وابتدينا نحط خلاص. الاكستراكت والرافينيت دي اللي كنت بقول لكم على طول من قبل كده ان هي تفاقية دي. الاكستراكت والرافينيت رسمت بها ورسمت بها الخط بتاع هنا. وانا دلوقتي مستعد ان انا ولو تاخدوا بالكو برضو هي نقط اللي هنا دي. هي هي اللي انا كنت بعمله في الرسمة قبل كده ان انا بنزل بالاكس واجيب الواي تخبط في الخمسة ربعين وتخبط هنا هي هي نفس الحكاية. بس هي بتبقى سهلة بالنسبة لان انا عملها هنا ان انا عندي الارقام فانا مش محتاج اعملها جرافكا لانا عندي اريد الارقام فانا مش محتاج اعمل بقى انزل يمينه وش ماله بتاع. فانا دلوقتي جاهز ان انا ابتدي اشوف الجيفنز بتاعتي وحطها على الرسمة. كل اللي انا عملته لحد دلوقتي ان انا بس خدت الاكوليبريم ريليشن وحطتها على الرسمة. رسمت طاي لائنز حطتها على خط الرسمة بتاعت ال اكس واي بس كل اللي انا عملته ده لا يتعدى حكاية ان انا برسم بس الاكوليبريم ديتا علشان ابدأ منها اكمل الحل بتاعي. فانا هواقف كده واكمل الفيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.